على ضوء حمام الدم وجرائم القتل في المجتمع العربي التي تخطت حد الماء والخمسين قتيل منذ بداية هذا العام لوحده وكان آخرها مجدرة مروعة في قرية أبو سنان أودت بحياة أربعة أشخاص نظمت مظاهرة شارك بها المئات وبدعوة من الحراك الاحتجاجي ضد الإنكلاب القضائي يجب أن نتحرك يجب أن نبقى في البيوت يجب أن نرفع صوتنا أمام حرب طاحنة تقضي بسفك دماء شبابنا وأبنائنا كنا نستيقظ وننام على نبأ قتيل فبدأنا نستيقظ وننام على نبأ مجموعة قتلة وأكد المشاركون في المظاهرة عربا ويهودا على ضرورة العمل والنضال المشترك ضد الحكومة الحالية ووزرائها المتطرفين وإجبارهم على التحرك لوقف شلال الدم العربي الواقع أن هذا هو مصير مشترك بيننا وبينهم هم ونحن نناضل على الديمقراطية ولكن الآن نناضل على حياتنا ألمت بنا نكبة كبيرة في الآونة الأخيرة هي النكبة التي لازمت على الأقل بالتداعيات وكان من بين الأصوات التي سمعت داخل المظاهرة من فقد الأمل بالشرطة بأن تؤدي واجبها بوقف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين وطالبت بإغلاق محطات الشرطة وخروجها من البلدات العربية نظر هذا حكيت بشكل واضح وصريح أنا أنادي كل رؤساء المجالس في المجتمع العربي بأن الليل قبل بكرة يجتمعوا مع مدير المراكز الشرطة في بلادهم ويطلبوا منهم يطلعوا من بلادهم لأن هذه الشرطة الموجودة اليوم في الوسط العربي لم تعمل أي شيء في الماضي أمية المظاهرة هو أنه طلعنا بصوت وحكينا أنه ما بنفع تكون مظاهرات لجد ديمقراطية لما فيه ناس عمالة بتنقتل كل يوم لما عدد القتلى بالمجتمع العربي عمله بالزيد فكنا ناشطات ومشترات اجتماعيين اللي طلعنا دعوة وقلنا أنه اليوم التظاهرات ضد الانقلاب لازم تحكي على موضوع العنف الجريمة بالمجتمع العربي وفعلا كان فيه استجابة مبارح كنا بمفرق الياكيم واليوم يأتينا هنا على عين مفرات صرخة مدوية يطلقها المجتمع العربي ضد العنف والجريمة التي تنهش جسده وينضم إليه اليوم أصوات من الشارع الإسرائيلي لكن ما دامت الدماء التي تسفك عربية فلن تتحرك حكومة نتانياهو بينكفير لنجدتها مما يتطلب تصعيدا بالنضال واتخاذ خطوات جريئة وغير تقليدية في سبيل وضع حد لصرطان العنف المتفشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر